اتعلمت هنا في قصة حقيقة من الحكايات والمشاكل اللي بجلنا انه زي ما فيه عقوق للأباء من ولدهم فيه كمان عقوق للأبناء من أباءهم وده اللي حصل في قصتك يا حيا انت واخواتك تعرضتوا الظلم وأنانية من أكتر حد المفروض يكون مصدر حب وتضحية وأمان الأم بس هو مش الأم بس والأب كمان يا حياة بس هي اللي راجع وندمانا الصدمة من أقرب إنسانة ليكو متكون صعب فأهم مشاعرك أنه متخلت عنه مسألتش علينا راح تشوف حياتها متخيلة قد إيه ده سايب فيكي واجعة بس فيه نقطة مهمة قوي محتاجين نحطها في الاعتبار بعد إذنك إن الطبيعي إننا نحب الناس الكويسة الطيبة اللي عملت معنا مواقف حلو بس فين بقى الفضل والحاجة المميزة في حاجة زي دي ما الطبيعي اللي بيحبني هحبه واللي يعمل معايا موقف كده عنا أو أستجدعه أو يقف معايا هفضل فكرة هالو طب اللي يعمل معايا بقى موقف وحش ببعده من حياتي وده الطبيعي اعتزل ما يؤذيك بس أحيانا وبده بجد مش كلامه وخلاص الأحلى والأجمل من الطبيعي بقى إننا قابل قسئة بالأحسان أعفو عند المقدرة ودي قوة مش ضعف إنه يبقى عندك حق إنك تكره أو حد جي عليك قوي بس ما تكرهش بس دي مامتك مش أي حد يعني لأ مش إحنا معقولة إحنا لنحن نقلبك على مامتك كده مش فكرة لها حتى ولا حاجة حلوة وسمعتي كمان مع أنا فضلت الشيخ في المداخلة ومنه جزائي العفو إيه وإنتي اسمك حلو يا حياة حياة دنيا عيشيها بحلوها ومرها مش كلها وحشة وكلها حلوة مليانة فيها كتير شيلي من قلبك الحاجات الوحشة دي سامحي خليكي واثقة إن كرم ربنا في اللي جاي مش هتلاقي زيه مش هتلاقي عوض زيه سمعتي كمان كلام دكتور يهم معينا في الفقرة رفعتت وسمعتي كمان كلام فضلت الشيخ وأنا بحاول أتكلم معيك دلوقتي فممكن تفكري مع نفسك على فكرة أنت لو مش بعت الرسالة يبقى أنت قفلتي خلاص ومتحباش أنت بعت عشان لسه عندك زرد شك أكيد مليانة حب بيش حد يعرف يقرأ ممت ومهما عمرت دي ممتك بعدين مش ممكن تكون هيك جوزت وغلطت وندمينة ورجع تعرف أنت اليوم كان بيعدي عليها إزاي من غيركو؟ تعالي نجرب ونشوف مش هنخسر حاجة تسي جدع عشان بعتين وفعلا منشوف العجب هنا هستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه وأستنى من كل اللي تفرجوا علينا سمعوا قصة حياة يحطوا نفسهم مكان أنا كمان عايز أسمع لما الأم بتنفصل وبتتجوز مرة واتنين وثلاثة لأن أنا شفتها في الدنيا شفتها في وسط ناس حوالي إنه غزبنا عنها ظروفها وإحنا مش بنقول لا بس ظروفها ده بيعمل إيه في نفسياتكو؟ وانتيجوا نتعلم من بعد ابعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب كمان وقالوا لنا عشتوا قصة زي دي طب تفتكروا حياة تشوفها ولا متشوفاش وحكموا ضميركم ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بقى أبطال تانين في قصة حقيقية باي باي